السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا صيامنا من الفجر لحد غروب الشمس ولا لحد الليل كله يقول لحد غروب الشمس قضية الليل دي لا صحيح مش كده ما احنا عارفين من اول النبي عليه الصلاة والسلام ما امر بالصيام وصيام الناس حتى وقتنا هذا انما يصوم الناس من بزوغ الفجر الى غروب الشمس ما للموضوع موضوع ان بعض الناس واجعين قلبنا واجعين دماغ الناس يقولك الله جل وعلا يقول ثم اتم الصيام الى الليل يبقى بالتالي ينبغي النصوم حتى يأتي الليل مش غروب الشمس لا دحنا كما ننتظر ربع ساعة ولا تلتي ساعة حتى يأتي الليل تأتي العتمة هذا الكلام يعني يغيب عن فهم القرآن كما جاء عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وكما جاء عن الصحب الكرام وتابعيهم بإحسان والعلماء الكرام الى يومنا هذا تعالوا كده نشوف القرآن ثم اتم الصيام الى الليل هو المقصود بالليل المقصود بالليل من الذي يفسر هذا الليل الذي يفسر وفعل النبي صلى الله وسلمه عليه هل النبي صام صلى الله عليه وسلم وظل حابسا نفسه عن الطعام والشراب والشهوة حتى جاء الليل يتون بدليل من كتاب أو سنة ما فيش دليل في السنة النبوية ماذا صنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى تغرب الشمس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفتر الصائم هذه تحديد كلام النبي عليه الصلاة والسلام أقبل الليل منها هنا أدبر النهار منها هنا غربت الشمس أفتر الصائم وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى في سورة البقرة ثم أتم الصيام إلى 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 ما ألشحتك وإنما قال إلى وإلى هنا ماذا تعني إلى وإلى هنا لتعني الغاية وإنما إلى الليل أي إلى البداية وبداية الليل إنما تكون من الغروب غروب الشمس معناه أن الليل قد بدأ وأما ما يأتي بعد ذلك من العتمة والظلمة ده دي مرحلة ثانية ولذلك حتى بالمناسبة في كتب الشيعة الشيعة أنفسهم يعني في كتبهم ما يؤكد أن الصيام إنما كان إلى غروب الشمس وليس إلى الليل وتعالوا كده يعني في كتبهم أنقل لكم كلاما حتى لا يؤخذ الأمر على عواهنه يعني مثلا في نقل عن كتاب صاحب الدعائم قوله روين عن أخل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم أن دخول الليل الذي يحل الفطر للصائم هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دون يسترها من جبل أو حائط ولا غير ذلك فإذا غاب القرص له قرص الشمس في الأفق فقد دخل الليل وحل الفطر هذا انتهى من كتاب جامع حديث الشيعة مقلد التاسع صفعة 165 قال لذلك أقول لا تسمعوا لهذه الطرهات صوموا حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس توكلوا على الله وأفطروا